اشتركوا في القناة والرئيس الأمريكي يجدد رغبته بالعمل مع روسيا لمكافحة الإرهاب ونقف عند قراره الأخير بحضر صفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي يلاقي رفضا متصاعدا من داخل أمريكا ومن خارجها مشاهدين الأكارب اسمحوا لي أن نناقش هذه المحاور مع ضيف صباح سياسي لهذا اليوم الدكتور جميل العلي الباحث في أشؤون السياسية والإعلامية أصد الله صباحك صباح الخير لك وللأخوة المشاهدين أبدأ معك دكتور جميل من التمديد للمرسوم رقم 15 لعام 2016 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد حول مرسوم العفو الذي صدر وهو مدد حتى الشهر السابع تقريبا من عام 2017 رؤيتك لهذه المكرمة من السيد الرئيس وأنعكاسه على الأرض لأي حد يمكن أن نقول بأنها حققت إيجابية كبيرة جدا رغم أن هناك من كان يعترض على بعض المفاصل بداية لابد من التأكيد على أن هذا التمديد هو في سياق سياسي تتبعها الدولة السورية وعلى رأسها السيد الرئيس تجاه ما يمكن أن يعالج الحرب الدامي في سوريا والخسائر والأرواح والدم الذي يبزل ويسفك في غير موقعه وفي غير أوانه وفي غير جبهته معلوم أن الدولة السورية منذ بداية الحرب في سوريا حتى الآن كانت دائما تفتح زراعيها لكل أبنائها الذين تورطوا أو ورطوا أو ضللوا أو حملوا السلاح لظرف ما ولضغط ما ولغايات بدأت تتكشف يعني اليوم مستوى الوعي الشعبي والوطني يرتفع من سوبه يوما بعد يوم فبالتالي هناك الكثير من الشباب السوري الذين حتى لو كانوا منتمين إلى مجموعات مسلحة قد تكون في فترة من الفترات كما قلت تورطت أو ورطت في عملية حمل السلاح في وجه الدولي وفي وجه المواطني وفي وجه الشعب السوري هذه المكرومي أو هذا التمديد للعفو يأتي في سياق أشمل وهو السياق الذي أثبت أنه منتج وفعال وحصلنا من خلاله على تسويات كانت تحتاج إلى جهد وإلى دماء وإلى شهداء كل منطقة تخرج من نطاق المجموعات المسلحة أو تنضوي في كنف الدولي السورية وتعود إلى حضن الوطن توفر علينا عشرات الشهداء على الأقل توفر علينا الجهد العسكري توفر علينا الصورة البشعة للحرب والتي يريد الخارج الذي يوظف الحرب في سوريا أن يعطيها طابع الحرب الأهلية وهي بالتأكيد لم تكن ولن تكون هي حرب أهلية فبالتالي تمديد العفو يتيح للكثير ممن يرغبون والذين يتواصلون علانية وسرا مع بعض أطراف الدولة السورية أنهم يرغبون بإلقاء السلاح أنهم اكتشفوا بأن هناك ولو كان اكتشافهم متأخرا وأنا أقدر عواطف بعض الأخو المواطنين أو غالبية أحيانا من المواطنين التي تفجع بمثل هذا العنوان أنهم يعوضون إلى حضن الوطن أنا ألمس في مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا ردة فعل على هذا الكلام نحن لن نستطيع أن نمنع عواطف الناس من تورطوا أو من قتلوا أو من خربوا لكن جميع الحروب التي نشأت في العالم لا بد أن تنتهي بالمصالحة وأن يعود الوطن إلى قيامته وإلى لم أطرافه المتخاصمين وهذا يفتح المجال لذلك واسعا استفادة من هذا المرسوم الذي أصدره السيد رئيس بشار الأسد كان هناك تسويات في دارية وهناك كان معارق طاحنة في دارية مع التنظيمات الإرهابية وكان هناك عشرات الشهداء وعشرات الجرحة وأيضا بعدها في المعظمية في قدسية في ألهامة في مناطق في خان الشيح والغوطة الغربية هذا الموضوع أريد أن نتحدث عن جانب اليوم عندما تكون الدولة تسير في مسارين المسار الأول هو الضرب بيد من حديد لهذه التنظيمات الإرهابية والعمل بيد أخرى وفتح باب التسوية لمن تورطوا وعادة لحضن الوطن لو لأن الدولة السورية ضيقت الخناق على هذه التنظيمات قوات الجمهورية العربية السورية والحلفاء كانوا على درجة عالية من التضحي والوفاء والقدرة على سحق المجموعات الإرهابية لما كانت هذه المقدمة لكي يعيد الخصوم بمن فيهم كما قلت منذ قليل الذين شكلوا مجموعات مسلحة الذين ارتضوا أن يكونوا أحيانا مطايا للخارج الذين تم لعب على أوتار المذهبية والطائفية والعقائدية والإسنية يعني يأتي في نطاق ذلك غرفة الموك يأتي في نطاق ذلك غرفة إزمير يأتي في نطاق ذلك مجموعات من المخابرات التي وظفت كل إمكانتها لتفجير الوضع الداخلي في سوريا بكل تأكيد لو لا بسالة وقوة وعظمة وشموخ الشعب السوري وقواه المسلحة لما فتح المجال لمسلها كان مقدرا وكانوا يخططون لأن تسقط الدولة السورية بكل مكوناتها وليس النظام كما كانوا يدعون بكل مكوناتها خلال أشهر بعد ست سنوات جميع مراكز الدراسات والرصد والبحث السياسي والجوء استراتيجي أدركت أن هذه الحرب لن تستطيع لا هزيمة الدولة السورية ولا الشعب السوري لذلك حتى أهلنا أشقاؤنا في الوطن الذين بدأ لهم في فترة من فترات أنهم يقاتلون من أجل قضية تبين لهم أنهم مخدوعون وأنهم أدوات ومطايا ونحن نلاحظ أحيانا بعض التصريحات وبعض الصحوات وبعض التسريبات التي تقول من قلب المجموعة أننا كنا جهلي وأغبيا وتم انقطاعنا لتحقيق أهداف ضد أهلنا وضد بلدنا وضد شعبنا دكتور جميل اليوم كما كنا نتحدث قبل قليل بأن الدولة تضرب بيد من حديد لهذه التنظيمات الرهابية وتفتح حضنها لمن تورت وأراد أن يسفيد من مرسوم العفو الأخير ومراسيم العفو التي أصدرها السيد الرئيس أيضا في عام 2016 و2015 هنا نتحدث عندما تكون هذه التسوية صناعة سورية سورية بامتياز دون تدخل اليد الخارجية وخاصة الأمم المتحدة وشهدنا امتعار للأمم المتحدة من جراء هذه التسويات خاصة في دارية والمعظمية وقتسية وألهامة لماذا الأمم المتحدة أرادت أن يكون لها حصة في هذه الكعكة من موضوع التسويات كلمة حول الأمم المتحدة وخصوصا ما يسمى بالمبعوث الدولي أو مبعوث الأمم المتحدة لسوريا للأسف واقع مقرر أنها قد تحولت إلى جزء من الخارجي الأمريكي وأنها يملى عليها من الخارجي الأمريكي وهي تنسق مع الخارجي الأمريكي ومع وزير الخارجي الأمريكي وبعض الموظفين الكبار في الخارجي الأمريكي ولم تعد الأمم المتحدة هي الأمم المتحدة التي نشأت على أساس مساقها الأساسي هي النشأة كانت فقط على مبادئ وأسس ولكن الارتباط الحقيقي بعد عام 1990 وبتعرف اختلال التوازن الدولي وتفرد القطب الأمريكي في العالم هيمن على مجموعة من المنظمات العالمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة حتى أنها أصبحت ملحقة يعني مثلا دينيس روس حقيقة الأمر هو الذي يقود مفاصل العمل في الأمم المتحدة وليس أمين عام الأمم المتحدة وهو عبارة عن كان موظف الخارجي الأمريكي ومعروف ارتباطه ومعروف تنسيقه الشديد وخلال جولاته وكان منسق عملية السلام في الشرق الأوسط معروف تماما تماما أنه ناطق باسم الكيان الإسرائيلي لا نستغرب أن الامتحدة قد تكون ممتعبة من أي عملية تسهم في إنهاء الحرب في سوريا دون أن تقبض الأطراف التي شنت هذه الحرب على السمن السياسي فشيء طبيعي أن كل مصالحة وكل إلقاء لسلاح وكل انضمان بلدي أو مجموعة بلدات إلى عملية المسار السياسي والخروج من أتون الحرب في سوريا ولا يصب ذلك في خدمة من أشعل الحرب في سوريا وفي مقدمة لعبة المتحدة في خدمة فهذا شيء لن يولد دديهم لا السعادة ولا الرضا دائما دكتور جميل كنا نسمع من الأمم المتحدة تسييس لموضوع الجانب الإنساني يعني اللعب على وطر المساعدات الإنسانية خاصة قبل تحريض الحياء الشرقية في مدينة حلب كان الصوت يعلو في الأمم المتحدة وبعض الدول المرتبطة بهذه التنظيمات على الأرض التنظيمات الإرهابية تقول ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه الأحياء وتضغط على الدولة السورية بهذا الموضوع لماذا يتم تسييس هذا الموضوع وخاصة أن هذا الكلام هبط من سبه تماما بعد تحرير الأحياء الشرقية لماذا لم يعد الحديث عن إدخال المساعدات الإنسانية للأهل الذين عادوا إلى هذه الأحياء الشرقية شوف الإعلام الذي تسيطر عليه الكبريات الاحتكارات الإعلامية الكبرى في العالم يسوّق مصطلحات عنوانها هو شيء ومضمونا شيء آخر يعني لما يقول أنه فيه شيء اسمه المساعدة الإنسانية حقيقة الأمر هلا هو المطلوب قدرة المنظمات الدولية لكي تكون غطاء لقوى الحرب على سوريا يعني برنسا بريطانيا تركيا السعودية قطر يعني ما في داعي لنعدده لأنه صار الطفل في بلدنا في وطننا بيعرف من هي القوى التي تشن الحرب على سوريا هم يريدون غطاء لتضليل الرأي العام العالمي لكي يمرروا كل ما يريدون تمريره لتقوية وتدعيم وتزخير المجموعة المسلحة المرتبطة بهم هذا عنوان خادع وكاذب دليل ذلك عندما تم تحرير حلب أو يعني الأحياء الشرقية من حلب اكتشفت مخازن تكفي لسنوات من الغزاء ومن الماء ومن الأدوية وكل ما تحتاجه لسنوات طويلة هناك قول بليغ لسيد الرئيس يعني أريد أن أستشهد فيه كيف تمر كل أنواع الأسلحة المتوسطة والسقيلة إلى هذه الأحياء ولا تستطيعون أن تمرروا كما تقولون الأدوية والماء هذا غطاء يعني هذا شعار كاذب شعار تضليلي طيب أنتقل إلى الشق الميداني هناك عمليات يخذوا أبطال الجيش العربي السوري والقوار الردي فأيضا بمساندة الحلفاء إن كان في دير الزور وباتجاه منطقة المقابر على الطريق الواصل إلى المطار العسكري في دير الزور وأيضا في محيط مطار التيفور أيضا هناك عمليات كبيرة وأيضا في محيط مطار السين كان أيضا هناك السيطرة على قريتي البيضاء الشرقية والغربية في ريف حمص هذا التقدم في الميدان وبسط السيطرة وتوسيع دائرة الأمان حول هذه المنشآت العسكرية وإصرار من قبل تنظيم داعش الإرهابي والدول التي تدعمه على الوصول إلى أحدى هذه النقاط برأيك لماذا هل لتجيل نقاط أو لمكسب ما في قادم الأيام أم لغايات أخرى أرى أن الحرب يعني لا شك أن معالم الخروج من النفق وإن كان المسار ما زال طويلا لكنه بدأ يرتسم بعد انتصار حلب شيء غير ما قبل انتصار حلب هذه المقولة أصبحت متداولة لأنها واقعية ولأنها صحيحة القرار الاستراتيجي والمبدأي أن الدولة السورية والجيش العربي السوري الذي يمثل الشعب السوري ويمثل الدولة السورية والإرادة السورية الوطنية قراره الاستراتيجي أن يسيطر على كل شبر وعلى كل بوصة من أراضي الجمهورية العربية السورية واستعادة وحدتها وعلمها وكل رموز السيادي السوري هل لا شك أن المعركة واسعة الانتشار على كل أرض السورية نتذكر جيدا أن داعش كما اعترفوا بعض قادة الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا كلينتون في كتابها أنها صناعة أمريكية صناعة أمريكية مسادي إسرائيلي الاستثمار في داعش لتحقيق غايات كيري في آخر تصريح له قال أن داعش تمددت تحت أعيننا وكنا نريد من الرئيس الأسد تحت ضغط طاعش وقوات القاعدة أن يلجأ إلى التفاوض ولكنه لم ينحني ولم يلجأ للتفاوض هذا يعني أن داعش والنصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية ومن ناحية الفكر والعقيدة كل من حمل السلاح في وجه الدولة السورية ينتمي إلى أحد فصيلين إما الوهابية السلفية الجهادية وإما إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين مهما تعددت الأسماء ومهما تعددت الانتماءات والريات والأعلى قرار الجيش العربي السوري في كل بقعة يستطيع أن يحررها اليوم لن ينتظر إلى الغد أنا أما أحكي من وجهة نظر سياسية ومن وجهة نظر تحليلية على الناحية الفنية بكل التأكيد هي متروكة لقيادة الجيش وهي تعلم وتعرف أين توجه الجهد والقوة وفي المكان المناسب وفي الزمان المناسب أنتقل إلى السياسة لأن دائما نقول بأن الميدان ينعكس بصورة أو بأخرى عما يجل في الأرويقة الدبلوماسية سيد غيلافرو وزير الخارجية الروسي يقول أن موسكو مرتاحة لما خلص إليه اجتماع أسنى من أجل تسوية الأزمة في سوريا ويعول على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنها تبعث نوع من الأمل في حدوث تحركات إيجابية في العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة قبل فترة صرح ترامب أن يجب أن تكون علاقة جيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا وعد الحديث عن ضرورة أن يكون هناك منطقة آمنة للمهجرين نتيجة الحرب في سوريا وأيضا كان هناك تصريح آخر بضرورة محاربة تنظيم داعش الإرهابي خلالها 30 يوم أعطى مهلة 30 يوم من أجل إعداد خطة من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي هناك تخبط إلى حد ما في السياسة حتى الآن لدونالد ترامب خاصة من خلال تصريحاتي الآن سأحكي في موضوع المناطق الآمنة يلي صرح يعني اليوم الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب تعمل في شيء يسموه بعلم السياسي السياسة في الصدمة يعني شوف كيف خلال 15 يوم لم يكمل 20 يوم بعد من ولايته انتشرت شظايا الإدارة على كل الساحة الدولية والعالمية بما فيهم الشرق الأوسط وفي قلب الشرق الأوسط يلي هو وطننا وبلدنا سوريا الأوروبيين اليوم منطعضين أمبرح كان في تصريح لوزير الخارجي يمكن الفرنسي يقول أن على أوروبا أن تعتمد على نفسها وفي تصريح آخر لأحد المحللين السياسيين الكبار يقول أن ترامب يشكل خطرا كبيرا على أوروبا يعني نحن ما رح ندخل الآن يعني نحن لسنا أمريكيين لكي نقيم أداء ترامب لكن نحن ما يعنينا أن إدارة ترامب اليوم هي في حالة اشتباك تقريبا ومهاجهة مع كل العالم هناك مؤشر أن تيلرسون وزير الخارجي الجديد الذي تم الموافق على تعيينه البارحة من الكونغرس الأمريكي يقال بالسيفي تبعه بالتاريخه أنه رجل توازن اعتدال هدوء هو على علاقة طيبة مع روسيا هذا يفتح المجال لأنه هو يقود عملية العلاقات الخارجية تعرف دور وزارة الخارجية هو دور عملاق في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤثر في كل الاتجاهات مجرد تعيين شخصي معتدلي ووازني قد تبشر يعني أو تعطينا انطباع بأن ترامب ليس في هذا التهور الذي يساق قد تكون حركات يؤديها على المسرح السياسي هذا يوجد نظر خاصة لتفريغ الوعود الهائلة التي شحن فيها حملته الانتخابية يعني وقت اللي يطرح مثلا الانكفاء عن أوروبا الجدار مع المكسيك بحر الصين الجنوبي سحب العمالة يعني تشغيل العمالة على حساب العلاقات إلغاء اتفاقية التجارة عبر الهادي النفطة يعني لا يوجد رئيس أمريكي أو رئيس في العالم يستطيع أن يفتح عشر جبهات دفعة واحدة أنا أعتقد مجرد رؤية شخصية أنه يريد أن يفرغ حملته الانتخابية من كل الوعود التي بدأ فيها حول موضوع القدس يعني بحملته الانتخابية أكد أنه سينقل السفارة لسفارة الأمريكية إلى القدس اليوم نلمس بعض التراجع يقول أنه ليس موضوع عاجل ويمكن دراسته خلال الفترة القادمة يعني حتى في موضوع المناطق الأمنة وهو دعم الكبير لمستوطنة تأيل في الضفة الغربية يعني هو كدعم مادي هو كان من أكبر من دعمها بناء هذه المستوطنة مستوطنة تأيل في الضفة الغربية يعني علاقة وطيضة بينها وحكومة حكومة الكيان الإسرائيلي ما في شك بأنه جزء من حملته الانتخابية كانت يعني مداعبة اللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وهو اللوبي يعني صانع للسياسي وصانع للسياسيين وأحمق من وجهة نظر أمريكية أحمق كل أمريكي يريد أثناء حملته الانتخابية أن يعاد اللوبي نحن نعرف أن كثير من الرؤساء الأمريكيين استطاع أن يدبر له اللوبي الأمريكي اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية هزات وخضات وحتى أحيانا عملية إسقاط من الحكم لأنهم بدأوا يتلمسون المصالح الأمريكية بمعزل وبمفصال عن مصالح إسرائيل كما يراها المتطرفون الإسرائيليون هل العلاقة؟ أذكر أن كيسينجر هو سعلب السياسي العالمي قال في فترة من الفترات في عام 1973 أننا سنحمي إسرائيل رغما عنهم تصور كلمة رغما عنهم أي أنه يدرك بأن هناك إسرائيليين عتات وحمقى يقودون إسرائيل أحيانا إلى ما لا تحمد عقباه ونحن نتمنى أن لا تحمد عقباه وأن يقعوا في شر أعمالهم لكن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية كما وصف الرئيس الراحل العظيم حافظ الأسد في لقاءاته مع مجموعة من الرؤساء وفي مقدمتهم كلينتون كان يقول له أنتم ليس لديكم سياسة خارجية أمريكية في المنطقة أنتم لديكم سياسة إسرائيلية تنفذونها في المنطقة وما زال هذا الوضع قائما حتى اليوم للأسف ماذا عن القرار الأخير الذي اتخذه ترامب بحضر السفر لسبع دول لمن يرغب بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية وهذا الموضوع رفضا تصاعديا من داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن خارجها يعني استجداء العداء وخاصة أيضا على المقلب الآخر قرب ترامب الولايات المتحدة الأمريكية من حكومة الكين الإسرائيل وخاصة على خلفية الاتفاق النووي عاد الصراع عادت التصريحات النارية بين إيران وبين واشنطن يعني هلا فيه شقين حضرتك طرحتون هو موضوع الشق الأول حظر السفر حظر السفر معروف أنه بإدارة ترامب اليوم مجموعة من نسميهم العتات العنصريين هنن في أحدهم نشر كتاب يتحدث فيه بالتصيل عن العداء للإسلام كإسلام وليس للإسلام السياسي أو الإسلام الرديكالي أو الإسلام الوهابي أو الإسلام الإخواني الشيء الآخر يعني بريجينسكي عندما تفكك المجموعة الشرقية وحلف وارسو وصغوط الاتحاد السوفيتي قال عبارة شهيرة وهو من كبار المنظرين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية قال اليوم ننتقل من عداء أو من خصومة الغرب إلى المجموعة الشيوعية ووارسو إلى خصومة الإسلام يعني دائما الولايات المتحدة الأمريكية بحكم بنيتها الأمبريالية يعني نحن بالتحليل السياسي الدول الاستعمارية والدول الأمبريالية لا تستطيع أن تستمر في حكم شعوبها وفي السيطرة على موارد ومقدرات العالم من حولها إلا من خلال خلق عدو ودائما هي محتاجة إلى عدو هناك مجمعات السلاح ومنظمات التي تشتغل في تجارة وتسويق النفط وتوزيعه وتكريره هناك البنوك العابر للقارات هناك عملية النهب الممنهجة التي تمارسه الدول الإمبارية وفي رأسها الواتمتع الأمريكي هذا النظام لا يمكن أن يبقى دون شعور أو إشعار الشعب الذي ينتخب مثل هذه القيادات أن هناك عدو وخطر خارجي هم يعيشون ويعيشون شعوبهم على أن هناك دائما خطر يأتي موضوع عملية منع سبع دول يلي منهم السؤال الذي يطرح نفسه على ترامب وعلى غير ترامب معروف أن الأرهاب الدولي وترامب قال أثناء حملته الانتخابية أن السعودية هي مركز من مراكز توزيع الفكر الإسلامي ونشر الفكر الإسلامي المتطرف ويجب أن تدفع السمن غاليا نتيجة حمايتها تصور أن مثلا السودان ليبيا العراق الذي يرتبط باتفاقيات تكاد تكون اتفاقيات استراتيجية يمنع حاملية جنسية العراقية من دخول المتحدة الأمريكية بينما السعودي لا يمنعون تترب معلومات تقول وهي معلومات شبه مؤكدة أن قادة إسرائيل هم الذين توصطوا لدى ترامب لكي يستثني سكان أو مواطني أو حاملي جنسي بما تبقى لي من وقت بقية دقيقتين نتحدث عن استجداء العداء مع إيران وخاصة قرب الولايات المتحدة الأمريكية الآن وغزل ترامب لحكومة الكانع الإسرائيلي وخاصة ردت إيران بعدة تصريحات إضنارية وكان هناك مناورات واسعة لصواريخ بعيدة المدى وهددت بأن هناك مشاءات ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية ومطارات هي تحت مرمى نيران وسلاح الصواريخ وهناك خبر عجل كان على شاشة الإخبارية السورية الآن عبر وزارة الخارجية الإيرانية يقول بأن كل ما يتعلق مفاده بأن كل ما يتعلق بالصواريخ الإيرانية هو شأن يخص الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليس لحق من حق أي أحد أن يتدخل بهذا الموضوع اليوم في خبر آخر يشبه هذا الخبر أن آخر ما تفتق عنه الزهن الأمريكي ضمن قوسين الترامبي يقول أن يعني وقف العقوبات على إيران أو إنهاء العقوبات على إيران مقابل وقف البرنامج النووي يعني وقفه بالكامل وليس كما خرج من مؤتمر فيينا وتم الاتفاق عليه وتوسيقه في مجلس الأمن إسرائيل والمملكة الوهابية السعودية طلبهم الأساسي ورجاؤهم الأساسي وأمنيتهم الأساسي أن يتم توجيه ضرب أو يعني ما يحد من نمو ومن تعازم الدور الإيراني في إيران وفي الأطيقة يعجبوني جدا أساس الإيرانيون الأشقاء الإيرانيون بردهم الوازن القوي والذي يعني يتعامل مع البيئات المتحدة الأمريكية الند للند دون وجل دون خوف مع ثقة كاملة بالنفس ونحن واثقون تماما وهذا ما شهدناه وهذا ما شهدناه من الجمهورية الإيرانية وخاصة من تعطية مع هذا الموضوع كان هناك نفس طويل في التعامل مع الملايات المتحدة الأمريكية يعني تعبير لطيف أن ناسج السجاد الإيراني هو طويل النفس لكنه فنان في إبداع اللوحات ويبدو أنهم في مجال السياسي شبيهين في مجال الفن أشكرك جزيلا شكرا دكتور جميل العلي الباحث في أشؤون السياسية والإعلامية على هذه الإضاحة شكرا جزيلا لكم والمشاهدين حياك الله أيضا أشكر موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة الرحمة لشهدائنا الذين ارتقوا إلى مصافي عالي عليين وشفاء العجل الجرحانة وكل التحية والإجلال لحمات الأرض والعرض رجال الجيش العربي السوري كنتم وستبقون أنتم الشرفاء هذه تحيات الفريق العامل ومني أنا عبد الزمام دمتم بأمان الله إلى اللقاء